اهلا بحضراتكم من جديد ومسك الختام في الاهل ينتخب حاولنا في ايام الصمت الانتخابي استعراض في كل حلقة نموذج من النماذج الاهلوية المضيئة جدا لكن الحقيقة كان مسك الختام مع الاستاذ خالد عبدالقادر اللي انا شخصيا لما اسمعت الكابتر محمود الخطيب في اكتر من ندوة بيتكلم عليه ما استوعبتش كل الكلام الا لما تحدثت مع الاستاذ خالد قبل ما نطلع الهوى استاذ خالد اهلا وسهلا بحضراتكم اهلا وسهلا بفرصة عيدة جدا احنا سعداء وحضراتكم جدا ده انا الاسعد وشرف لي ان انا بقى موجود في قناة الاهلي يمكن لو سمحت لي طبعا في قناة بيتي طبعا فانا فخور جدا ان انا مع حضرتك النهارة طبعا احنا سعداء جدا بنامزج تقدير العطاء الحقيقي لانه الزاتية بتغلب على قرارات الناس كتيرة جدا لكن لما كابتر محمود الخطيب يتحدث بهذا التقدير عن حد فلازم ان هو فعنده شوية اقول لحضرتك العلاقة مع النادي بدأت ازاي طبعا العلاقة مع النادي ابتدت زي يعني مش عايز اقول 99% من المصريين ولكن بتبتدي والواحد طفل انا موليد 72 انا موليد 72 بيطلع يتفرج على اهله شغفين جدا 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 بفرقة معينة ومصر كلها بتحب الكرة ويمكن كمان الجديد دلوقتي ان البنات كلها في مصر بتحب تلعب كرة في سن صغير اي انا والدي الله يرحمه يعني كان بالنسبة له النادي الاهلي ده يعني حاجة كبيرة جدا جدا كان عنده كابتن صالح سليم الله يرحمه لا يرحمه كابتن محمود الخطيب فكان ما بيبقى مطش الاهلي بيتلعب هو فاتح التلفزيون وفاتح راديو وبيسمع الراديو عشان يسمع المعلغ بيقول ايه ليقول كلمة مش مزبوطة على لعيب من اللعيبة فيبقى منهار جدا يمكن فيه قصة ظريفة ان انا جوزت مراتي ملهاش طبعا في الكرة خالص هيلعيب التنس وبعدين واقفة مع ابني صغير بتلعبه ووالدي بتفرج على مطش وبعدين مراحلة ليته بيسجد فهي مش مدركة هو بيسجد ليه هي افتكرت في حاجة مش طبيعية طبعا فحصل هرج ومرك فاكتشفت ان في جون دخل فوالدي بيسجد لربنا ان الجون دخل فدي بداية علاقتي بنادي الاهلي بدايتها سجدة بدايتها سجدة وطبعا سريخ انت بتتفرج على مصرات الاهلي اه يعني والدتي بتبقى الباب ينهار ومجدودة والدي سعيد كلنا هو مصدر فخر سعادة انتماء ونقطة كبيرة جدا 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 خلق طموح في سن صغير جدا وقدر على ضحية طموح لان ده نموذج اما بص على النادي الاهلي نموذج يعني معقد جدا جدا بالرغم من سهولته ايوا فهنتكلم اكيد على الكلام ده لكن ملهم بشكل كبير اوي طبعا بلا شك ملهم بكيانه ايوا ملهم بفترات تاريخ النادي الاهلي والمواقف اللي النادي الاهلي لان النادي الاهلي عنده التزامات كتيرة جدا مش مجرد انه نادي رياضي ولا اجتماعي عنده التزامات يعني انا يمكن بسميها التزامات وطنية كمان وعنده على مدار السنين مبادئ واضحة جدا 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 يمكن اللي مش اهلاوي بيستغربوا واحنا ليه يعني كلمة المبادئ اوي دي عندنا بتدايقهم لا ليه مهمة اوي ليه هي بتحكم علاقتنا في كل حاجة ايوا ولكن احنا بنقول ان البني ادم بيحكمه في الاخر ايه المبادئ بالزبط سواء هو بيشجع نادي بيشتغل الوظيفة في شركة بيربي ولاده بيختار شركة حياته بيختلف مهم جدا جدا حكم الامور ايه كان احنا دايما بنقول مرضود بقى ارجع الامر لايه ايوا الناس بترجع الامر للمبدأ والعقل والتعارف اللي احنا ادخلان عليه الحاجة التانية طبعا ان انا لعبت الكرة طايرة اه ده مشوار بقى الرياضة اه ده مشوار رياضة اه لعبة طبعا يعني بنيت فيها اجمل سنين عمري ويمكن الرياضة والنادي الاهلي اثاروا في حياتي العملية جدا 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 اثاروا في حياتي الزوجية اثاروا في حياتي انا بربي ولادي ازاي بتعامل مع صحابي ازاي لان الموضوع مش موضوع ان حراك بتنزل تروح تتمرن وتلعب بطولة وتكسب وتروح احنا في مجال الرياضة يعني يمكن حراك بتسألني على حاجة اجمل سنين عمري هاي السنين دي فترة الرياضة جدا وطبعا صداقات عمري كلها لو كرة طيرة في النادي ما شاء الله يعني طبعا 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 وصداقات طبعا الانسان يعني يعني محمد مصلحي دولاتي هو مدرب النادي الاهل حمد مصلحي طبعا ده صديق عمري هو محمد عبد الكريم ياسر عبد المنعم حمدي صافي ايمن رشدي ربنا عيش فيه طبعا ايمن ايمن الحمد لله الحمد لله تعافى تعافى بسلام لانا كانت عملية خطيرة جدا والحمد لله خرج بقى الف سلامة ويمكن اللحظات دي حدريك بتشوف بقى يمكن مصر كلها وكل صحابه الأدام من اسكندرية ومن القاهرة حواليه فطبعا الرياضة حاجة مهمة نعايز بس محمد مصلحي بالذات محمد كان من أكتر النماذج في جيلنا التزاما وحبا وشغفا وهو بالفرقة العظيمة اللي معاه في التاريخ يمكن الأربع سنين اللي فاتوا ويمكن أكتر من أربع سنين محمد يمكن حقق رقم تاريخي فأكتر عدد فوز بطولات في العالم في فرقة كرة طائرة فدي إنجازات يمكن للنادي والمجلس الإدارة اللي موجود وللعيبة اللي موجودة ومحمد وبصراحة جمهور لأن فيه جمهور كبير للكرة الطائرة يمكن الناس مش حاسة بكده بس عندنا جمهور كبير فطبعا علاقتي بالنادي علاقة وطيدة جدا جدا لما ببص على السيرة الزاتية لأستاذ خلدي عبدالقادر ألاقي برضو فيه تنوع عادي خريك تربية رياضية مظبوط ومعيد في كلية التربية رياضية مظبوط ثم اتجهت الاتجاه بقى التكنولوجي والمايكروسوفت ووصلت لمدير مايكروسوفت ومصر ماذا كده؟ مظبوط واتجهت كمان لعمل في الرقمانة خاص مظبوط يحكي لنا على هذا المسار المختلف طبعا أنا دخلت كلية تربية رياضية حبا في الرياضة مش حبا في التعليم لأن أنا كنت ساعتها بالعب وفي منتخب مصر وحركت عالم طبعا أن إحنا واخدت أمم أفريقيا كمانا خدنا الحمد لله أمم أفريقيا والععاب الأفريقية كان مصر بقى لها 17 سنة ماخدتش البطولة الأولانية و25 سنة ماخدنش بطولة وكان يمكن مش عادي إذا أقول العماد الرئيسي في المنتخب حركت لو بصيت على المجموعة اللي كانت موجودة كان معانا مجموعة جميلة جدا من قنديت مصر كلها ومن الأقاليم الجميلة جدا ودي صدقات العمر برضو ولكن كان فيه مجموعة أساسية من النادي الأهلي نعابنا في رئيس ناشئين الموليد 72 دي نكسب مخسرناش لمدة 6-7 سنين اللي يمكن بطولة واحدة وكان عماد المنتخب يمكن من لعيبة النادي الأهلي ولعيبة جميلة في نادي الزمالك ونادي الترسانة ونادي نوادي سموحة وسبورتين كان منتخب جميل جدا طبعا دخلت كل التربية الرئيسي بالدوافع الرياضية علشان أتفرغ وكان عندي حلم أن أحترف لعيب أحترف كرة طائرة لأن كنت شغوف جدا جدا باللعبة وبعد لما دخلت الجامعة طبعا والدي كان بالنسبة له صدمة كبيرة جدا جدا هو كان مقتنع أن أنا لازم أبقى وزير دكتور مهندس كان شايف برضا فيك حاجة طبعا هو مسألة الأعلى ربنا يرحمه ويغفر له وهو يمكن أن كل حاجة أنا أرجحها لولدي والدتي هم أساس كل حاجة هم أهم حاجة في حياتي ربنا يرحمه ربنا يخلي لي أمي طبعا فالحمد الله أن أنا تميزت وتعينت معيد في الجامعة وكان ساعتها عميد الكلية دكتور كمال درويش من أديله الصحة وهو بصراحة كان يحبني جدا وكان فخور أن فيه لعيبة دولية متفوقة علمية وهم معيدين في الجامعة ولكن أنا ما كنت شايف أن هذا الطريق اللي أحبب أن أنا أكمل فيه وعشان كده أبتديت أتوجه توجه تاني في العمل شغلي بطريقة مختلفة ويمكن بعد سنتين ثلاثة التحقت بشركة مايكروسوفت وشركة مايكروسوفت طبعا الشركات العالمية اللي موجودة وليها مكتب كبير جدا الشركة بنفسها اللي فتحة في مصر ودخلت الحمد لله يمكن دخلت في مبادرة من المبادرات اللي الشركة بتطلقها مع الحكومة المصرية كانت أول مبادرة بتنفذ برا الولايات المتحدة الأمريكية كان اختاروا مصر وكان ليه الحظ طبعا أن أنا كنت مسؤول عن المبادرة دي وهي مبادرة للتعليم كانوا نسمينا شركاء في التعليم أن إزاي نقدر ننمي القطاع التعليمي عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات عشان هدفنا نحسن المخرج التعليمي وبيل جيتس جي مصر لأول مرة في تاريخه يزور المنطقة ويمكن كان حظي أن أنا كان لسه بقالي فترة صغيرة جدا وناس بقالة عشرية سنة في الشركة أن أنا ألازم بيل جيتس أن أنا أعمل له البريفنج أو أديله شرح وافي لاجتماعاتنا اللي هتتم في الحكومة في وزارة التربية والتعليم وإطلاق المبادرة طبعا الراجل ما بتقابل الشخصيات دي في حياتك بتتعلم وبتسمع وطبعا دي شخصيات ملهمة في الحياة تدركت طبعا بقى في مايكروسوفت بعد كده أن أنا بقيت مسؤول القطاع ومدير القطاع الحكومي بعد كده اشتغلت مسؤول القطاع الحكومي والتعليمي والمسؤولية المجتمعية لأن طبعا الشركات الكبيرة دي بيبقى فيه جزء كبير للمسؤوليات المجتمعية وإزاي تقدر تنمي المجتمع مش بس كله تبقى هدفك ربحي وتجاري وبعد كده الحمد لله أن أنا يعني تم اختياري لأن أنا بقى مدير عام شركة مايكروسوفت مصر وعدت طبعا 8 سنين وكانت برضو من السنين الجميلة والمميزة جدا جدا ثم امطلقت من خلال مايكروسوفت لشركة خاصة بك آه هي طبعا خروجي من مايكروسوفت كان خروج صعب جدا 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 لأن أنا بحب الشركة جدا وهم الحمد لله بيحبوني جدا ويمكن قضيت برضو سنوات جميلة يمكن احنا على مدار الثمان سنين اللي كانت مسؤول فيها مع فريق العمل في مصر احنا كسبنا افضل مكتب لمايكروسوفت في العالم في الاميرجينج ماركتس في العالم كله ثلاث سنين وربعات ودي حاجة ما حصلتش في تاريخ مايكروسوفت خالص وانا بأرجع الفضل ده لفريق العمل اي وكمان لتعملاتنا وشراكاتنا مع الحكومة المصرية والشركات اللي موجودة في مصر كان فيه رغبة حقيقية للشراكة عشان نقدر نساعد الشركات دي كلها فطبعا مايكروسوفت دي كانت فترة لما خرجت بصراحة كان بداية كانت مقابلة مع سيادة الرئيس الجمهورية احنا كنا في مجموعة كان نهاردة الصبح انا كنت بتكلم على الموضوع ده في اجتماع ان الرئيس الجمهورية كان مهتم جدا بريادة الاعمال والشركات الصغيرة المتوسطة فقابلنا سيادة الرئيس في مجموعة من 8 او 9 اشخاص في سمية مجموعة شباب المبدعين وطبعا انا ما كنتش ولا مبدع ولا شاب ولكن كان معانا شباب مبدعين واحنا كنا يعني بنعرض على سيادة الرئيس الافكار الملهمة والشركات اللي موجودة في مصر اللي بتصدر وعندها افكار خارج السندوق ده عصف زهني بقى فهو طبعا وانت قاعد معاه بيبقى عصف زهني وعصف عاطفي اللي انت بتخرج بالزبط اكنك في السادة القاهرة 100 الف مشجع بتبقى عايز تخرج تشجع مصر يعني تقول النشيد الوطني لانه هو ملهم جدا وكان هو تكلم في كذا نقطة ونقطة السيئ اللي تكلم عليها الشركات الصغيرة المتوسطة وابتدت رحلتي مع تطوير ودعم وتمكين الشركات الصغيرة المتوسطة قبل مخرج مايكروسوفت ان دي الفكرة اللي انا حابب جدا اخرج عشان وخرجت وانشأت شركة اسمها كليتك وشركة الحمد لله مهمتها الرئيسية تمكين ودعم الشركات الصغيرة المتوسطة بالتعاون مع مؤسسة كتيرة زي البنوك بنك مصر مؤسسات حكومية كتيرة جدا مؤسسات قطاع خاص ويمكن قدرنا ان احنا نجذب مستثمرين من الولايات المتحدة ومستثمرين من بلاد تانية ودي قصة احنا فخورين بيها ان تبقى شركة مصري طبعا كل الشغالين مصريين بفكر ابتدى مع قيادة سياسية وبنطبق ده واخدين دعم قوي جدا جدا اللي برضو شايف الفكر ده ومؤمن بيه جدا جدا وبينفذوا طبعا سياسة مجلس الوزراء بالكامل بس كمان البنك المركزي فمعالي محافظ البنك المركزي مهتم جدا بتنمية وتطوير الشركات الصغيرة متوسطة وهتلاقي الدولة بالكامل فيه برامج كتير جدا 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 لتمكين ودعم الشركات الصغيرة متوسطة ده التوجه اللي جاي ده التوجه اللي جاي كمان واتعمل فيه هو بس الناس كتيرة مش ممكن ما تبقاش لمسة حساها لان ده بيحتاج بالزبط حضراتك زي بالزبط بتبني عمارة ففيه فيه حاجات كتيرة انما طبعا الشركات دي احنا لازم نلحقها لان هي ما تستحملش تستنى الشركات دي مهتمية بحلول سهلة وبسيطة حلول تتماشى مع احتياجاتها متطلباتها وحلول ذات عائد مغري جدا استثماري ودي الشركة وده النموذج انا سابل استاذ خالد بيتكلم ومؤكد ان انتم زي مستمتعين بهذه التجربة وهذا النموذج اللي فيه كتير من تدفق النجاح فيه كتير من الطموح فيه كتير من استلهام تجارب كتير جدا فيه كتير من الحرص على النجاح حتى وان كان تضحية بموقع عمل كبير جدا لكن لاهداف تانية جانبية كبيرة ايضا ده نموذج ثاري جدا لكنه سيد خالد خلينا نروح للنادي الاهلي انت بعد مسيرة عطاء كلاعب ولعب دولي ولعب كبير ثم مسيرة عمل خاص نجحة جدا وملهمة للشباب فكرت ديه وازاي في الترشح لمجلس دارة النادي الاهلي انت كان لك محاولة قبل كده او تجربة اولا اولا انا مش عايز اتكلم باللسان حد بس انا بتخيل ان كل اهلاوي داخل النادي الاهلي عنده طموح انه يبقى في مجلس دارة النادي الاهلي طبعا وطموحه ده نابع بذلك ما يكون عنده فكر عايزي ديه اكيد هو ممكن يبقى عنده طموح بس مش بالضرورة طموحه ده معناه انه يصلح اه بالظبط يعني انا ممكن احلم ايوه ممكن عندي طموح ده شارعي جدا انا شايف نفسي احسن واحد اه وشارعي بالظبط جدا انما هقدر قدي ده ولا لا قدي فانا عندي طموح طول عمري ان انا ازاي ابقى موجود في مكان يقدر يساهم في تطوير وتنمية النادي الاهلي اه وهنا كلمة تطوير وتنمية النادي الاهلي يمكن تاني النادي يمكن ده اقتناعي أنا الشخصي ما بيقفش على اي حد طبعا نهائي ما كانش عاشت ولا لعيب ولا مدرب ولا اداري ولا عضو مجلس ادارة ولا باحترامي طبعا لكل الكربة تغير والقالب ينمو انما هو الكيان وهو ده اللي حرارك لما تبص من بره تحس ان فيه يعني يعني ناس كتيرة بتعمل حاجة كتيرة على مدار السنين كل واحد ليه بصمة ودي اللي احنا بنسميه عندنا اللاجسي ان ده اللاجسي الشخص ايه تاريخ الشخص ايه على قدم حجم اللاجسي وتاريخه لان النادي الاهلي اعضاء الجماعية العمومية الجماهير حتى اللي مش اهلوية ايه ما بينسوش ابدا اللاجسي بتاعة محبي او القائمين داخل النادي فتلاقي حرطك على حجم عطائك على حجم انت معروف داخل المؤسسة داخل النادي وداخل الجماهير اه تقديرك بحجم عطائك طبعا اه طبعا ويمكن يمكن طموحي ان انا بقى موجود داخل مجلس ادارة النادي الاهلي لان عندي غيرة ان انا حاسس ان انا ممكن اعمل حاجة وساعد وان انا شايف حركة جامدة وبعدين انا بحتك طبعا بنماذج كتيرة جدا خارج مصر وبحتك بنماذج اقتصادية كتيرة جدا جدا والرياضة تطورت جامد جدا فبقت مؤسسات اقتصادية فانا بقاعد شايف عارف حركة ما تبقى العيب كورة تييل جدا تفرج على مطش الاهلي وتلاقي فيه فرصة فبتبقات وليه كان لازم يعمل كده لا نفسك بتتحرك رجليك بتتحرك كراسك بس في نفس الوقت الموقف مختلف لان اللي قاعد جوه المطش الظروفه مختلف عنوان قاعد مستريح فمهم ان انا فكر نفسي انه طموحي ده ما يتحولش النقط طموحي ده ما يتحولش لان انا اغلب الرغبة او اغلب مشاعري عن عقلي ومبادقي واللي انا اتربيت عليه لان ده عملية سهلة جدا تقع فيها من كتر الطموح وحبك اللي مالوش آخر لان كل ناس بحب النادي فيش حد من اللي انت بنتكلم عنهم كلهم بحبش النادي جدا هو الفرق سعب الشخص بيترقص بلغة الكورو كده ويرجع الكسف فاحنا مش عايزين نوصل من حد يترقص ويرجع الكسف عايزين نلحقه قبل ما يترقص فتاني انا كان مهتم جدا ان انا طبعا اخش المرة الاولانية والمرة الاولانية طبعا انا كنت مع كابتن محمود طبعا يمكن يعني كنت صريح جدا ان انا ظروف عملي كنت بسافي كتير جدا وكان فيه احتمال كبير حتى ان انا تنقل خارج مصر طبعا النادي لايدي ده عايز ده عمل تطوعي وعمل فيه التزام عايز حد يبقى مركز كويس جدا جدا على المسئولية اللي هو داخلها ده مش مكان لوجاهة ولا منصب ولا الكلام ده كله لانه مش هيكمل وهيتكشف بسرعة جدا جدا فانا ماقدرش كنت اخش في مكان اللي انا متطمن ان انا عندي من الوقت ومن العقلي ان انا اقدر اقدي الدور اللي انا بتمنى واللي بطلبه كابتن محمود لانه طلباته طلباته كتير يعني انا مش عايزة اتكلم دولتي على الكابتن محمود بس هو عنده فكر وعنده طلبات وعنده حاجة واضحة جدا فلازم تبقى انت جاهز المرة دي يمكن وضع مختلف بقى في الانتخابات دي لو حارك حابب نتكلم عليه اتقدمت او الناس عارفت ان انا استاذ خالد عبدالقادر اتقدم للترشيح ثم حدث قرار بالتوقف انا هعرف منك اللي حصل بس قبل ما نعرف ده نشوف الكابتن محمود الخطيب نفسه قلي عن هذا النموذج ولازم اتكلم بقى هنا على موقف حيا برح مع انه انسان مشتغلش في النادي خالص هو ابن النادي ولعب في النادي ولكن انسان خلاني اشوف قيمة الحياة وقيمة الاصول وقيمة الاخلاق العالية جدا جدا الاساس خالد عبدالقادر خالد عبدالقادر من الشخصيات اللي الحقيقة مكسب لاي مكان خالد حاجة رؤى وافكار ونجاح في اعماله يفيد جدا فيه ناس بتأثر انها برؤيتها وافكارها خالد من النوع ده وخالد في اي مجال مش بس مع النادي القالي انه هو فعلا انسان ناجح ما عنه انسان ناجح كنت اتمنى انه يكون موجود لقيته بمبادرة فيه هنوع من انواع يعني الحقيقة اللي مش هزا شهامة الخلق الطيب انه راجل جيه عايز ازعب معك كابتن فضل يا خالد وخالد باكوا ده كان من اول الناس عندي فقال لك انا كابتن انا حاسب كذا كذا وانا الحقيقة يمكن كل اللي موجودين عاشوا الفترة وعندهم خبرات جوا النادي اكتر مني شوية فانا تقديرا للمواقف ده انا بعتذر وانا مش هاوز اكمل علشان ادي الفرصة للزملة التانية وانا معاكم ومع القيمة وانا تحت امر النادي في اي وقت النادي محتاجيني فيه انا مع النادي الاهل انا كنت يعني الحقيقة حزين انه مش موجود وفي نفس الوقت سعيد انه شفت يعني رؤية بهذا الشكل او شخصية بهذا الشكل لانه اقول له واحد ابن النادي وهاجل الكلام دوت على ابناء النادي ضحه كتير لكن ده راجل ابن النادي بس ما دخلش مجل الزهرة خالص واحساسه الشخصي بس انه هو يعمل نوع من انواع الاستقرار اللي هو النادي الاهلي يهمه جدا يكون دايما في القيمة بتاعته فيه استقرار وفي عمله في منقشاته وفي اجتماعاته فيه تجانس وفيه استقرار فانا بشكر خالد جدا أستاذ خالد الحياة اللي يعرف الكافة المحمود عن قرب يعرف انه مبدئين ما بيجاملش ثانيا هو بينتقي الفاظه وتقديراته وتقييماته بدقة لانه بيشعر بمسئولية في الكلمة دي حقيقة هو حزين جدا ان هذا النموذج ما يبقاش موجود وسعيد جدا ان هذا النموذج بيقدم فكرة مختلفة ويقدم تغليب للمصلحة بتاعت المجموعة وفي نفس الوقت بيقدم استعداده انه يخدم الاهل من اي موقع انت عيشت اللحظة دي ازاي واللي حصل فيها ايه أولا يعني يعني الحمد لله على السلام كابت المحمود الخطيب كالناس ما حسيتش بفترة عصيبة جدا جدا في وقت هو تعب فيه وبرغم ان هو تعب انا زورته طبعا في المستشفى ويمكن هو بيقول انا كنت قاعد ولازم والدكتور لازم وممنوع الزيارة بس هو كانت اجتماعات مغلقة يعني هو كان حاجة طبعا شغل 14 ساعة كان الوقت ديق خلاص وقت ديق بس يعني انا اتعلمت على مدار حياتي مهم جدا انك تاخد بالك من صحتك وتاخد بالك من نفسك عشان تقدر تدي للي حواليك ساعات من كتر ما بتدي للي حواليك انت بتنهج اه طبعا فان نقدرش تدي افضل دي نقطة يعني يعني كابت محمود بشوف ان هو كتير جدا جدا بيجي على نفسه من الجزء ده ولكن هو سعيد فطالما هو سعيد احنا كلنا مبسوطين انا اللي حصل ان فعلا انا تقدمت بأوراقي ان انا ترشح وزي ما قلت الحرك ده كان حاجة سعيد جدا 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 ومبسوط جدا وعندي طموحه طاقة كبيرة جدا شايف ان نقدر ان شاء الله نعمل حاجة وبعدين عرفت ان نتيجة الظروف ان فيه تمانية فوق السن طبعا الانتخابات فيه سبعة فوق السن واثنين تحت السن وطبعا المراكز الرئيس ونائب وامين صندوق ففي الموقف ده يمكن على طول انا عدت افكر هو المصلحة العامة ايه ان دلوقتي احنا تمانية ما حصلش في تاريخ النادي خالص كان بالسناء مرة سنتي اتنين وتسعين اتنين وتسعين ان فيش حاجة اسمها قايمة مفتوحة اتنين وتسعين كانوا سبعتاشر راح اه طبعا حرك ما شاء الله لا هي ديت اصلي كابتن صالح كان يعني اخذ انتخابات التكملية بعد كابتن وحش ورجع في ديسمبر في اتنين وتسعين المجموعة اللي كانت مرشحة قبل كده رجعت والجداد اللي مع كابتن صالح فبقوا فيه سبعتاشر راح ما قدروش يختاروا فيما بينهم فقالهم ننزلوا الكل ورفعوا شعار الاهلي فوق جميع يعني كلنا مع بعض بس اللي الاهلي هيختاروا ده فوقنا كلنا ودي المرة الوحيدة في تاريخ النادي الاهلي بالظروف الحركة بتحكيها اه انما احنا مش عايز اقول العرف اللي تم الاتفاق عليه بصورة على مدار التاريخ ما انت الاتفاق مش بشرط خالص القبول انا ممكن ابصر حضرتك ويبقى فيه قبول ونقبل احنا الاتنين في حاجة معينة على مدار فيه قبول تراكمي ايوه من الجامعية العمومية استقر العرف على قبول تراكمي من رموز النادي قبول تراكمي من محبي النادي وقبول تراكمي من الرئيس اللي بيجي ترشح للنادي الاهلي ان فيه قائمة مغلقة ليه قائمة مغلقة هدف القائمة المغلقة وده مش اننا المفروض اتكلم على الكلام ده بس انا من وجهة نظري ان انت النهاردة ده عمل تطوعي عمل تطوعي ده بيبقى هدفه الاسمة النادي الاهلي مصلحة النادي الاهلي هو ده كلنا فمش هنقضيها في السرعات فاحنا ده هدفنا فما يبقى عندنا قائد او رئيس في عمل تطوعي بيختار مجموعة معينة المجموعة ده بيتهم التوافق عليها قبل ما نروح للرموز وقبل ما نروح لأي حد ان الرئيس المكلف بإدارة الفترة مع فريق العمل عنده رؤية الرؤية دي لازم تحقق زي فريق الكورة اي انا ممكن النهاردة عندي ميسي وعندي رونالدو وعندي مين انا بلعب بخطة اي ازاي اوظف دور وايه وايه كمان النقطة المهمة جدا تمييزي وايه احتياجي الفترة اللي جاية باختار الافراد فمن حق المسؤول عن القائمة انه يعمل كده لانه تاني ده عمل تطوعي فالصراع في التطوع للخدمة اي الصراع في التطوع مش للمنصب دي نقطة مهمة جدا جدا انا انافس فان انا اخدم انافس ان انا اطور مش هنافس ان انا على المركز لانه هو اساسه تطوعي مش اساسه ان انا داخل يعني مش في حاجة تجارية فلما حسيت بكده روحت لكابتن روحت لكابتن روحت لكابتن محمود وطبعا طمنت عليه اول حاجة وعادنا يمكن تلات اربع ساعات تلات ساعات في وقت الغاية انا حتى بقيت خجلان ونفسي ودكتور داخل دكتور حازم دخل علينا وقال له انت الدواء متأخر ولازم تاخده فقال له ما عليش انا عايزة فانا قلت له كابتن محمود انا فكرت كويس وشايف ان المصلحة للنادي الاهلي والمصلحة ان انا ما انسحب وان انا ما كملش فهو بصراحة يعني برضو رد فعله يعني بيحطك في موقف يعني مش عايزة اقول بيسبتك تثبيت ان انت يعني تبقى سعيد بس هو كان مدق جدا وقال انا كنت حزين ان انا هفقد يعني وجود حد زي كده في المجلس هو عمره ما هفقدني ولا النادي عمره ما هفقدني نهائي وعلى مدار الاربع سنين اللي فاتوا ده وهو متأكد من كده وانا متأكد من كده فطلب مني ان انا افكر تاني وطلب مني ان ليه فكلمت وقلت له انا اما رح تقدم ورائي معايا كل المجموعة المقفولة وروحنا مع بعض الناس راح تلقون بس يوم الاخر يوم كلنا كنا متواجدين مع بعض الحجد اللي موجود الارضية او التواجد الناس اللي موجودة السبعة لتانيين الافاضل الناس دي موجودة وبتقضي وقت طويل جدا وعندها كناكشا مع الاعضاء وفاهمين مشاكل وعندهم خبرات موجودة قبل كده فلقيت ان هو مش من الاصلح ان احنا ننزل تمانية عشان نختار سبعة فطلبت منه قلت له انا مش شايف ان ده مناسب واعتذرت وقالي طب فكر وترد علي بكرة فوصلنا مع بعض ان مش محتاجة تفكير لان هو طبعا على اتفاق معي ان انا موجود هي مش فرقة اي حاجة خالص انا جوه السبعة ولا التمانية ولا التسعة انا مع النادي اللي النادي يحتاجه هو ده اللي احنا كلنا محبوظ نقوم بي ده النموذج الكابتن في كل ندوة تقريبا تسمعوا انه عنده تقدير جدا للموقف نفسه لانه انت حضاك بتقول اولا ده عمل تطوعي سنين الكل بيتسابق عشان يخدم النادي لكن لما حد يقدم مصلحة المجموع عن مصلحته او حتى عن طموحه على حساب طموحه الشخصي فده نموذج يستحق كل التحية والتقدير ربنا خلي حركك وكابتن محمود بيديني يمكن حاجات اكتر من حقيق يعني في النهاية لازم ان تقدر الحاجة الصح للحقيقة هو برضو احنا احنا تربينا في النادي برضو يعني احنا بنشوف امثل هو خالد مرتاجي كان قاعد مكان حضرتك من يومين الاستاذ براهيم الكفراوي براهيم طبعا جميل فبيقول انا كابتن لما التقيته في المستشفى نفس الظرفة اللي حد تتكلم فيه قال لي انا مش محتاجك في المجلس الدورة الجاية فبيقول انا اتصدمت قال له انا بفكر فيك في حاجة تانية انا محتاجها وشايف خبراتك وبعدين قال له انا تقييمك ان انت واحد من اكتر الناس اللي قدت في الدورة دي بس اللي جاي عايزك في بوزيشة معين لصالح النادي فبيقول الراجل انا قعدت احسبها هو احنا بنردد كلام شعرات يعني هنفضل نحب الاهلي كشعار الاهلي فوق الجميع ولما تيجي في الاختبار ما تيجي علي ابدي مصلحة فبيقول انا حسمتها مع نفسي في اللحظة مدام الاهلي محتاجني في البوزيشن ده انا فيه فانت حدك كمان بتأكد ده وتترجمه تعرف حركة احنا من شوية كنا بنقول عشان تختبر قوة مبادئك تختبرها في الموقف الصعب بالزبط ما تختبرش ما تقوليش انا شجاع وانا قاعدين كلنا كده قولي انا شجاع وانا شايف طفل بيحصل له حاجة وبيقع من عمارة فانا بنط وراه عشان انقذه ممكن ما تبقاش شجاع ممكن يبقى قرار اهوج بالزبط ولكن الشجاعة او المبدأ اختباره في الاختيار والموقف في الموقف الصعب كل ما الموقف يصعب كل ما يبقى سبات قوة الاختبار اعلى مبدأك اقوى ولكن انا عايزة اقول ليه برضو عشان انا مش عايزة يعني ساعات الانسان مش عايزة اقول غصبا عنه لون ده تركيبة الانسان بيغلب الطموح وبيغلب حاجات كتيرة بتحصل حواليه في اتخاذه القرار طبعا نابع منين نابع من حبه مش نابع من حاجة تاني ولكن احنا بنرجع ونقول كل انسان لازم يتحمل المسئولية طبعا يعني انت لو انا هغلب حبي على مصلحة النادي او المبدأ خلاص ننزل بقى تمانية ونعمل سابقة الاول مرة في التاريخ والناس تختار سبعة من التمانية نا ونبتدي احنا التمانية يعني التمانية ساعتها ايه اللي بيحصل مع الجماعية العمومية هي في الاخر نحن بنتعب نفسنا بس هو للأسف ومش للأسف هو القرار مش في ايد ولا احد هو القرار في الاخر الجماعية العمومية عايزة من وانما تبص على تاريخ النادي الاهلي في سنوات التاريخ بالكامل صعب جدا تلاقي الجماعية الجماعية العمومية ما قدرتش تنجح في اختيار صح الظروف اللي الجماعية بتختار فيه على مدار المجالس بنختلف نتفق الجماعية العمومية بتختار الاصلح في الوقت ده ممكن يبقى فيه حد اصلح منه من وجهة نظرنا فانا على ثقة ان الجماعية العمومية ان شاء الله فاهمة كويس جدا 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 وبتاعي كابتن محمود ايه وايه اللي عايز يوصل بيه سعي قبل ما اخد من حضاءك كلمة اخيرة ورسالة للجماعية العمومية قبل ان اعقد صباح الجمعة ان شاء الله الكابتن قال لا خلد عبدالقادر موجود معايا في حاجات هستعين منها للنادي حضرتك طبعا عندك كل الاستعداد لخدمة النادي من اي حاجة كابتن يحتاجها او النادي يحتاجها ان شاء الله هو طبعا يعني انا بأكد تاني كابتن محمود بيحتاج للنادي هو الراجل بصراحة يعني يعني كل احتياجاته للنادي يو عنده طموح يمكن انا معلش الناس بتاخد برضو موضوع ان احنا عندنا دلوقتي اربع اربع فروع لنادي الاهلي الناس ببص الموضوع ده ببساطة انما انا عشان عندي لغة الارقام انا مبصولوش ببساطة انا ببص عشان اقنشئ نادي ده مش مجرد مباني اه اطبعا ده فيه سيستم وفيه مدربين وفيه نظام شارب عندي من قدرة ان اخلق نظام اقدر اطبقه في مكان في فرع وسكيل من الفرع لفرع تاني بعدين لفرع تالت والتكلفة التشغيل وتكلفة الانشاء دي ارقام ملايين عشان نقدر عندنا من القدرة ان احنا نعمل الكلام ده دي عملية فيها طبعا انجاز غير عادي فيعني انا مش عايز افسح عن الافكار لانه انت عارف الكابتن الخطيب بيحب تملي بقافل على كل حاجة كابتن محمود والدورة اللي جاية اعتقد اللي يوفق فيها وياقود النادي اكيد الاتجاه لرقمنة الاهلي ده هدف اساسي طبعا هو الرقمنة لانه النادي الاهلي ايه النادي الاهلي عنده مهمة يعني بيبص عليه انا بشوفه بيلبس يعني فور هاتس فيه طابق اقتصادي رياضي اجتماعي وطني انا اول ما بيبص على النادي الاهلي بيبص على الاربع دول وليه حطيت الاقتصادي اول حاجة لان احنا النهاردة لو ما قدرناش نطور النادي الاهلي بمؤسسة اقتصادية تخدم طموحنا الرياضي ومسؤوليتنا الاجتماعية ودورنا الوطني مش هنقدر نقديه بالزبط بالزبط فمفتاح تقديت التلات ادوار اقتصادي اه طبعا عشان كده فكر التلات شركات ده فكر يمكن احنا الحمد لله النادي الاهلي مش اكبر نادي في مصر ده اكبر نادي في المنطقة بالزبط هو نادي بيبصله في العالم انه הוא عنده ريادة اها فالفكر الاقتصادي اللي تنميت الموارد لازم بيقى فيها فكر مختلف يتناسب مع اللي بيحصل في العالم ويتناسب مع طموح الجامعية العمومية طموح جماهير النادي والطموح المهم طموح لعيبة النادي لعيبة النادي عندها طموح تبقى أفضل حاجة في العالم وطموح مجلس إدارته كلمة أخيرة من المسؤس خلادي عبدالقادر للجمعية العمومية قبل الإنعاقات أنا نفسي يعني أنا المرة اللي فاتت الجمعية العمومية اللي فاتت رحت وطبعا ده مش طبيعتي بس أنا دخلت جي 35 36 37 ألف ده رقم يعني كلنا مبسوطين جدا 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 فيه وما أعتقدش أي حد كان يتوقع الرقم ده و دخلت سلمت على كابتن محمود قال لي أنت انتخبت انت جاي متأخر ليه فقلت له معلش أنا ياسف كانت 19 أربع قال لي طب انتخبوا تعالى فضلت واقف قدام كابتن محمود لغاية 19 أبالليل حاجتين شفتهم غراب جدا جدا رجالة كبار صغيرين ستات أطفال انتخبوا كابتن محمود والمجموعة بالكامل أو انتخبوا أي حد تاني كل الناس عايزة تسلم على كابتن محمود بالإيد وعايزة تقول له حاجة في ودنه كويس وعايزة تصور معاه في يوم الانتخابات في 36 ألف واحد بغض نظر انتخب مين بس بيحب هذا الإنسان فالحب ده ناس كتير بيبص ان هو قبول من عند ربنا وهو طبعا 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 بس هو مش بس قبول من عند ربنا هو مصداقية ان انا شفت شخص فيه مصداقية شخص بقاله حياته كلها 40 سنة داخل النادي اسمعش مشكلة دايما ناجح لما بيقول حاجة بيعملها فكلمتي لجمعية العمومية ان شاء الله يوم الجمعة نفسي اشوف عدد كبير جدا 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 الناس ما تتخيلش ان احنا ان شاء الله المجموعة مع كابتن محمود كلها قايمة مقفولة وهنكسب فمنزلش لا عايزين ده يبقى صوت وصورة لكل مصر بتقول الجمعية العمومية للنادي الأهلي جاية بتؤيد فكر الاربع سيني الجايين مش بس الموضوع ان انا جاي انتخب احنا عايزين نسمع ان الناس ما بتيجي بتتحور برضو بنشوفها ونسمع ونسمع لو فيه اخطاء ونتعلم منها ده وقت للتحور مش بس التحور اللي بيتم في الندوات فانا نفسي يجي عدد كبير جدا جدا وانا متأكد ان ابيها يوم الجميل ان شاء الله وانا متأكد ان كل الناس استمتعت بهذا النموذج الاهلاو الرائع شكرا جزيلا شكرا جزيلا للأستاذ خالد عبدالقادر عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي ضرب اروع المسهل في تقديم وتغليب مصلحة الأهلي على اي اعتبار هو ده النادي الأهلي مرة تانية بشكر للأستاذ خالد عبدالقادر شكرا جزيلا هنطلع للفاصل وبعد الفاصل ايه اللي هيحصل اليوم الجمعة المسألة هتمشي ازاي ترتيباتها ازاي ايه الغلط ايه الصح ايه اللي ممكن ناخد بالنا منه التسهيلات اللي تم تقديمها ازاي تقدر توصل للنادي بافضل صورة واسرع صورة الدكتور سعد شرب المدير التنفيذي للنادي في حوار مهم قبل ساعات من انعقادة الجمعية العمومية بعد الفاصل شكرا